وللمزيد من المتابعة والتحليل ينضم إلينا من القاهرة الدكتور بشير عبد الفتاح الكاتب والبحث السياسي بالأهرام أهلا بك دكتور بشير واستهداف القيادات المؤسسة لحزب الله وكان أخيرهم محمد عفيف مسؤول للعلاقات الإعلامية بحزب الله بماذا ينبئ؟ هل نستنتج منه أن هذه بداية انهيار لحزب الله أم بداية مولد لجيل جديد من القيادات؟ لك التحية محمد ولكل مشاهد قاهرتنا الإخبارية في كل مكان دائما حركات المقاومة الوطنية المسلحة تتسم بسمات استراتيجية عديدة أبرزها القدرة على التجديد الذاتي سواء فيما يخص الأفكار العقيدة القتالية أو حتى الكوادر التي تنضوي تحت لواء هذه الحركات بشهادة الإسرائيليين أنفسهم وكذلك حلفائهم في الدول الغربية لا يمكن الجزم بأن الاحتلال الإسرائيلي قد نجح في الإجهاز كلية على فصائل المقاومة التي تتصدى له سواء في فلسطين أو في جنوب لبنان صحيح أن جيش الاحتلال نجح في توجيه ضربات قاسمة قام خلالها بضرب الهياكل التنظيمية باستهداف القدرات التسليحية بتصفية قيادات الصفين الأول والثاني خاصة بالنسبة لحزب الله اللبناني ولكن نجد أن حركات المقاومة في قطاع غزة لا تزال قادرة على توجيه ضربات مؤلمة لقوات الاحتلال سواء تلك التي تحاول التموضع في قطاع غزة أو حتى داخل العمق الإسرائيلي ومستوطنات غلاف غزة كذلك الحال بالنسبة لحزب الله اللبناني برغم أن الحزب فقد عددا هائلا من قياداته سواء صف أول أو ثاني إلا أنه لا يزال قادرا على توجيه صواريخه الدقيقة والموجهة وزاد الأثر التدميري الكبير إلى داخل العمق الإسرائيلي بل أنه يطور من استخدام هذه الصواريخ والمسيرات لتشمل أهداف أكثر تأثيرا وإيلاما داخل العمق الإسرائيلي كذلك يستطيع الحزب إيجاد وسائل اتصال بديلة وسريعة ما بين القيادات السياسية والقيادات العسكرية الميدانية كما يسعى بشكل متسارع لملء الفراغ القيادي الناجم عن تصفية الرموز والكوادر التي كانت تدير الحزب هي ضربات موجعة للحزب لكنه قادر على امتصاصها والتأقلم معها في زمن قياسي وذلك دايدا حركات المقاومة دائما لذلك التقييم الاستراتيجي الموضوعي لما يجري هو أن إسرائيل استطاعت أن تخترق حركات المقاومة استطاعت أن تطال حاضنتها المجتمعية استطاعت أن تفت في عدودها من الداخل بدرجة أو بأخرى لكن لا تزال هذه الحركات صامدة لم تكسر إرادتها وهذا أمر مهم للغاية لأن مشكلة إسرائيل مع العرب عموما سواء كانوا جيوشا نظاميا شعوبا أو حركات مقاومة هو العجز الإسرائيلي التام منذ تأسيس دولة الاحتلال عام 1948 وحتى اليوم عن كسر الإرادة لهؤلاء رغم ضربات عسكرية قد تكون ناجحة أحيانا ناجحة نسبيا في البعض الآخر فاشلة في أحيان أخرى إلا أن الإرادة لا تكسر ربما لأن هناك عقيدة قتالية تتأسس على حقوق تاريخية وطنية لا يجب ولا يمكن التفريط فيها نعم لكن يعني على ضوء ما تتفضل به دكتور بشير وعلى ذكر أيضا الحقوق الوطنية والتاريخية لكل دولة إن كان في فلسطين أو إن كان في لبنان بحكم أنهما محور الحديث على الساحة الإقليمية والعربية الآن هل المجتمع الدولي متمثلا في مجلس الأمن أو في الأمم المتحدة أو في غيرها من هذه الجهات المعنية بالشأن الدولي هل تمت مراعاة الحقوق التاريخية لأصحاب الأرض إن كان في لبنان أو في فلسطين بشكل عادل يضمن أن لا يتم الاعتداء على أصحاب هذه الأرض المشكلة في هذا السياق محمد أن دولة كالولايات المتحدة وحلفاءها الغربيين الأوروبيين متماهونة تماما مع دولة الاحتلال بمعنى أن جل إن لم يكن كل القيادات التي تم استهدافها من قبل الجيش الاحتلالي الإسرائيلي سواء في غزة أو في جنوب لبنان تم تصنيفهم من لدن الولايات المتحدة وحلفائها بوصفهم إرهابيين وربما هذا يعطي للاحتلال مسوغا لعمليات التصفية أي أن كانت الطريقة أو الأسلوب أو الزمان أو المكان فضلا عن أنه لا يعتبر من وجهة نظر الأمريكية والأوروبية اعتداءا واختراقا للسيادة وأشياء من هذا القبيل بل إن الولايات المتحدة تضع له تكييفا قانونيا يتجلى في محاربة الإرهاب وكم من الجرائم ترتكب بحق أو باسم هذا الشعار سواء كان من قبل الولايات المتحدة أو من قبل دولة الاحتلال وهي أداة الولايات المتحدة في المنطقة بالنسبة للأمم المتحدة مساحة التمايز ما بين الأمم المتحدة والولايات المتحدة ضئيلة للغاية وذلك بسبب هيمنة الولايات المتحدة على المنظمة الدولية هي تصديفها على أراضيها هي الطرف الأكثر تمويلا للأمم المتحدة هي صاحبة النفوذ الأعظم سواء في اختيار الموظفين الدوليين أو حتى في اختيار الأمين العام وفي تحديد طبيعة القرارات الناجمة عن مجلس الأمن الدولي هل تدرك ضمن الفصل السابع الأكثر إلزاما والذي يستوجب اتخاذ إجراءات عقابية زجرية ضد الدول أم الفصل السابع السادس صحيح أنه يجب أن يكون ملزما لكن للأسف لا تعقبه أو تصاحبه إجراءات عقابية زجرية وبالتالي لا فارق كبير ما بين الأمم المتحدة والولايات المتحدة إما أن تقوم الولايات المتحدة بتوجيه المنظمة الدولية لخدمة مقاربها أو أن تتركها تتحرك بحرية لكن تسلبها القوة الزجرية العقابية أو تسلبها الفاعلية ومن ثم لا يمكن الرهان على الولايات المتحدة أو حتى الأمم المتحدة في حسم مسألة العدوان الإسرائيلي على فلسطين أو على جنوب لبنان إلا فيما يخص الأمور الإنسانية فقط للأسف الشديد أن يتم اختزال القضية الفلسطينية المسألة اللبنانية في الاعتبارات الإنسانية البحتة بمعنى أن ينشغل المجتمع الدولي بكيفية إيصال المساعدات والمواد الإغاثية والطبية والإنسانية حتى انتقاد إسرائيل بات منحصرا في مدى السماح بإدخال المساعدات والمواد الإغاثية والإنسانية من عدمه انتقاد إسرائيل وإدانتها بات مرتبطا أيضا بالاعتداء على الموظفين الدوليين العاملين في هذه المنظمات الإغاثية والإنسانية بما فيها الأنر وعلى سبيل المثال أما اغتيال وقتل وإبادة العرب ربما لم يعد ذلك محط اهتمام كبير من قبل الحكومات الغربية ربما الشعوب في هذه البلدان قد تنتفض لكن بالنسبة للحكومات يتتعامل بدم بارد مع هذا الأمر لأنها متماهية مع وجهة النظر الإسرائيلي وربما كان هذا محور سؤالي التالي يعني ما حدث في ماري لياس حين تم استهداف أحد القيادات أو رئيس قسم العملات في الجبهة الجنوبية في لبنان سقط هناك شهيدان و22 مصابا فقط لأجل اغتيال شخص واحد تم قتل اثنين وإصابة 22 آخرين يعني من باب المفارقة دكتور بشير ماذا لو كانت هناك دولة ولنقول أنها عربية تدافع عن نفسها في حرب مشروعة تقام ضدها من ميليشيا أو حتى من دولة معادية ومن باب الدفاع عن النفس سقط مثل هذا العدد من القتلى والمصابين برأيك كيف كان سيكون رد فعل منظمة العفو الدولية ومنظمة حقوق الإنسان والأمم المتحدة هل كان ستقبل الأمر كما تتقبله في أفعال إسرائيل دعني أزيدك من الشعر بيتا محمد يعني هذه المرة الاحتلال ليغتال قياديا اغتال معه ثلاثة في مرات اغتيال قيادي كان يجر اغتيال أربعمائة أو ثلاثمائة من الضحايا المدنيين الأبرياء ومع ذلك لم يكن المجتمع الدولي يحرك ساكنا فعلتها إسرائيل في جنوب لبنان قبل أسابيع وفعلتها في فلسطين وحتى في داخل طهران في قلب العاصمة طهران حينما أرادت أن تغتال القيادي إسماعيل هنية اغتالت أيضا العشرات إلى جواره وبالتالي هذا الأمر بات معهودا ماذا لو كانت إحدى الدول العربية تحارب إرهابا أو تتصدى لعدوان للأسف الشديد سياسة الكيل بمكيالين برأسها تطل في هذا المدمار ما هو مسموح به لدولة الاحتلال هو غير متاح للدول العربية يعني ولنا سوابق تاريخية عديدة مصر على سبيل المثال حينما كانت تحارب حربا عادلة ومشروعة لاستعادة أرض محتلة اغتصبها المحتل الإسرائيلي الغاشم كنت تجد القيود على تصدير السلاح لمصر كنت تجد أن المجتمع الدولي بقيادة الولايات المتحدة يقول استرخاء عسكري في الشرق الأوسط يبقى الحال على ما هو عليه وحتى حينما انتفضت مصر في أكتوبر 73 وكشرت عن أنيابها وأظهرت للعالم إرادتها وعزيمتها انبرى العالم الغربي في دعم إسرائيل للأسف الشديد ومطالبة مصر بوقف إطلاق النار مع السماح لإسرائيل بخرق هذا الوقف بطريقة أو بأخرى لتحسين موقفها التفاوضي أنت تتعامل مع عالم غير عادل مع نظام دولي مختل غير أخلاقي مع قوى دولية عظمى تتلاعب بالقوانين والمواثيق والأعراف الدولية وتوظفها بشكل انتقائي لذلك تتزايد الدعوات من أجل إعلان سقوط هذا النظام العالمي القائم منذ الحرب الكونية الثانية والذي تجدد في العام 1991 بعد انهيار الاتحاد السوفيتي وهيمنت الولايات المتحدة على هذا النظام الذي وضعت أسسه منذ العام 1945 وبات وشاخة تماما وبات نظاما متقادما ويحتاج إلى إعادة هيكلة وبناء لا سيما وأن الأنظمة الدولية تتغير على واقع حروب دولية عظمى أو أحداث تاريخية جسام وقد شهد العالم الكثير من هذه الحروب والأحداث طيلة قرابة ثمانين عاما ومع ذلك لم يتم إعادة هيكلة النظام الدولي دعوات على مستوى الدول وعلى مستوى المنظمات والمؤسسات والرأي العام العالمي من أجل تدشيل نظام عالمي جديد ربما يكون أكثر عدلا أكثر أخلاقية يحترم المواثيق والشرعية الدولية لكن الولايات المتحدة تقف حجر عثرة أمام كل هذه الدعوات لأنها مستفيدة من النظام الدولي الراهن وبالتبعية وكيلها إسرائيل أيضا يستفيد من هذا النظام القائم وحتى اللحظة الحالية لا أفق واضح أمام نظام أكثر عدلا أو أكثر صدقية فيما يتصل باحترام القوانين والمواثيق والشرعية الدولية نعم يعني دكتور أستاذنك أن تبقى معنا لمتابعة هذه الأخبار ترجمة نانسي قنقر